بسم الله الرحمن الرحيم مادة أسليب التحليل الكم في التكاليف الفصل الأول وهو بعنوان مفاهيم التكاليف واتخاب القرارات الإدارية الأهداف التعليمية لهذا الفصل 1. مفهوم التكلفة والمصروف والخسارة 2. ما هي تصنيفات ومفاهيم التكاليف وسلوك عناصر التكاليف 3. مفاهيم التكاليف المرتبطة بوظيفة التخطيط 4. مفاهيم التكاليف المرتبطة بوظيفة الرقابة 5. مفاهيم التكاليف المرتبطة باتخاذ القرارات 6. العلاقة بين مفاهيم التكاليف المختلفة والقرارات الإدارية المختلفة للشركة بالنسبة للهدف الأول وهو الفرق مبين التكلفة والمصروف والخسارة بتتعدد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في محاسبة التكاليف والتي نرى أنه من المهمة التعرف عليها قبل التعمق في دراسة موضوعات المحاسبة الإدارية وذلك لأن التفاهم الواضح والصريح لهذه المفاهيم بيساعد على دقة اتخاذ القرار وبالتالي الوصول إلى النتائج المرجوة ويزيد من أهمية دراسة تلك المفاهيم والمصطلحات كما أن هناك بعض المفاهيم والتي يمكن من خلال توضيح معناها وإمكانية حسابها المساهمة في حل العديد من المشاكل الإدارية ويقوم في هذا الفصل بدراسة أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في محاسبة التكاليف بهدف تحديد معناها بشكل مبسط ومختص وذلك في الصفحات التالية أولا مفهوم التكلفة والمصروف والخسارة في هذا البند يوضح مفهوم كل من التكلفة والمصروف والخسارة لما لذلك من أهمية في تحديد ما نقصده بعناصر التكاليف وما هي البنود التي تعتبر ضمن عناصر التكاليف وتلك العناصر التي لا تعتبر ضمن التكاليف ولمحاولة منع الخلط بين تلك المفاهيم يعني في البداية لازم نفرق ما بين مفهومين بيتم الخلط عادة ما بينهم المقصود بالتكلفة وإيه الفرق ما بين التكلفة والخسارة تبقى للتعريف اللي موجود قدامنا هلاقي أن التكلفة بتتمثل فيه كل ما يجب تحميله لوحدة المنتج سواء تم دفعه أم لا ويشترط أن يكون العنصر قد أفاد الإنتاج وتم استخدامه بالفعل وفي نفس الوقت لما بصي لمفهوم الخسارة نلاقي أن الخسارة هي عبارة عن تضحية غير ضرورية مثل تلف المواد أو صرقتها ويجب أن يحاسب عنها المسؤول وتحمل لحساب الأرباح والخسائر ولا تعتبر ضمن عناصر التكاليف يعني إيه كلام ده؟ يعني المعيار الفاصل ما بين التكلفة والخسارة إن الاتنين فيهم عامل مشترك وهو إن الاتنين هو تضحية بموارد فإذا كانت التضحية بموارد بيقابلها منفعة يبقى دي تكلفة أما إذا كانت التضحية بالموارد ما يقابلهاش أي منفعة فبالنسبة لي دي تعتبر خسارة بالنسبة لي الهدف التاني وهو تصنيفات ومفاهيم التكاليف وسلوك عناصر التكاليف تصنيفات التكاليف وسلوك عناصر التكاليف إن نظام المحاسبة الإدارية في سعيه نحو تحقيق واحد من أهم أهدافي وهو تقديم المعلومات الملائمة والمناسبة من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات التي نحتاج إلى الالتجاء إليها وبالتالي قبل ما أخذ أي قرار لازم أفهم يعني إيه تصنيف وسلوك التكاليف أو ما يطلق عليه تبويبات التكاليف مهم جدا أن نبقى مصنفين التكاليف حسب اتخاذ القرار زي ما قدامنا واضح إن اختلاف تصنيفات التكاليفة بيعتمد في المجال الذي تستخدم فيه فبيانات التكاليفة المسجلة وفق أسلوب محدد ولغرض محدد ربما لا تكون مناسبة لغرض أخر يعني ممكن ما يكونش مناسبة لغرض أخر يعني إحنا عندنا أكتر من تبويب للتكاليف في تكاليف ممكن أصنفها حسب علاقاتها بوحدة المنتج أو وحدة النشاط أو وحدة التكلفة زي ما احنا بنقول أو حسب علاقاتها بحجم الإنتاج وفيه تبويبات كتير هنشوفها دلوقتي أثناء العرض بتاعنا فكل التبويبات دي كل تبويب ليه استخدام معين عشان كده بنقول إن بيانات التكاليف اللي بتبقى مسجلة وفقه أسلوب محدد ولغرض محدد ربما لا تكون مناسبة لغرض أخر وعليه فالتصنيفات بتساعد المحاسب الإداري لتقديم بيانات تكلفة ملأمة للمديرين الذين يطلبونها ومن هنا سيتم تصنيف التكلفة حسب الأغراض التالية أول تبويب عندي لما هتكلم على تبويب التكاليف طبقا لعلاقتها بوحدة النشاط وممكن أقول وحدة النشاط اللي هي أو وحدة التكلفة تصنيف التكاليف طبقا لهذا المعيار بيبقى عندي نوعين لو أنا هتريد أننا أصنى في التكاليف حسب علاقتها بوحدة المنتج أو وحدة النشاط أو وحدة التكلفة وأقدر أقول والله إن التكاليف دي يأم أن تكون تكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشرة اللي هي بالنسبة للتكاليف المباشرة هي التكاليف اللي بترتبط ارتباطا وثيقا بوحدات الانتاج وتتمثل في عناصر التكاليف اللي بيسهل تمنيزها وتحديدها وربطها بوحدة الانتاج بشكل معين فهي عناصر مباشرة صرفت خصيصا على وحدات انتاج معينة بذاتها ده التعريف أما التكلفة الغير مباشرة اللي هي هي تلك التكلفة التي لا ترتبط بوحدات انتاج معينة بذاتها وإنما تتفق على تنفق على المصنع ككل دي ايجار المصنع رواتب مدير المصنع والقوى المحركة فكل المصروفات دي هي مصروفات عامة أي انها بتصرف على المصنع ككل ولا تصرف خصيصا على وحدة انتاج معينة بذاتها لذلك عرفت بالتكلفة الغير مباشرة والموضوع بتاع التكلفة المباشرة ده أثار جدل كبير جدا بين المحاسبين عشان إزاي قدرنا نحمله على المنتجات المنتجات بتاعتي وعشان كده تعددت طرق مستخدمة زي النظام التقليدي لتحميل التكلفة الغير مباشرة على وحدة التكلفة ونظام او المحاسبة على أساس الأنشطة يعني نقدر نقول من دلوقتي ان تجويب التكلفة تبقى لعلاقاتها بوحدة النشاط هي نوعين تكاليفي إما تكاليف مباشرة او تكاليف غير مباشرة المعيار الأساسي الفصل ما بينهم ان التكاليف المباشرة هي تكاليف أقدر اللي أنا أقسها بشكل مباشر أقدر اللي أنا أحسبها أقدر اللي أنا أربطها بوحدة التكلفة على سبيل المسال لو جينا نقول مصنع بينتج الكراسي لو جيت قلت الخشب اللي داخل فيه صناعة الكراسي الخشب ده بالنسبة لي هي تكاليف مباشرة او مواد مباشرة والعامل اللي بيشتغل عليه هو عامل الانتاج هي اجور مباشرة. ليه? لان انا سهل ان انا احسب التكلفة بتاعة الكرسي الواحد بيكلف قد ايه خشب? واقدر اللي انا اقسها واقدر اللي انا اميزه. اما لو جت النهاردة تكلمت على الايجار بتاع المصنع او القوة المحركة او الراتب بتاع مدير المصنع او مصاريف العامة اللي كانت موجودة في المصنع. دي كلها استفاد بيها اكتر من واحدة تكلفة. ما اقدرش اللي انا اقول والله ان في كرسي واحد بس في المصنع ده هو اللي استفاد بها الواحد. لا ده استفاد بها كل المصنع. فبالتالي في الحالة دي اقدر اقول عليها ان هي تكاليف غير تاني تبويب هنتكلم عنه هي تبويب التكاليف تبقى لعلاقتها بحجم النشاط. هنا حجم النشاط التبويب ده بيقسم التكاليف الى تكاليف متغيرة او تكاليف سبتة او تكاليف مختلف. والتكاليف المتغيرة زي ما واضح قدامنا يقصد بها هي عناصر التكاليف اللي بتتغير وتتأثر في اجمال مبلغها نتيجة التغير في حجم النشاط. فاذا ما تضاعف الانتاج فان اجمال التكاليف المتغيرة ايضا سوف يتغير. يعني ايه? يعني لو هاجه بويب التكاليف تبقى لحجم النشاط حاجة من التلاتة. يائمة تبقى تكاليف متغيرة. يائمة تكاليف سبتة. يائمة تكاليف مختلطة. التكاليف المتغيرة دي تكاليف. في الاجمالي هي تكاليف متغيرة. بتتغير مع التغير في حجم النشاط. واما تكلفة المتغيرة للوحدة هي ثابتة زي ايه لو انا جيت قلت النهاردة المصنع اللي بينتج الكراسي لو جينا اقول الخشب اللي داخل في الكرسي ده بالنسبة لي مواد مباشرة والمادة المباشرة الوحدة فيها دي تكاليف متغيرة يعني لو انا جيت قلت انا بحتاج للكرسي الواحد اتنين متر خشب طيب لو انا حبيت انتج اتنين كرسي يبقى محتاج اربعة متر خشب خشب لو انا قلت انا عايز انتج عشر كراسي يبقى انا محتاج الكرسي بيحتاج اتنين متر خشب وانا عايز انتج عشر كراسي يبقى انا محتاج عشرين متر خشب طيب لو انا مش هانتج خالص لو انا مش هانتج خالص يبقى مش هحتاج خشب هوقف انتاجي يبقى دي التكاليف المتغيرة هي بتتغير مع التغير في حجم النشاط وزي ما واضح في الشكل اللي قدامنا في الخط اللي مرسوم. ان التكاليف المتغيرة بتاخد الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. بمعنى ان هي لو حسب لو انا ما انتجتش خالص ما فيش تكاليف متغيرة. طب انا هنتج. هنتج بزيادة هحتاج مواد بزيادة. هي دي يقصد بالتكاليف المتغيرة. فملخص الكلام ان التكاليف المتغيرة هي التكاليف التي تتغير مع التغير في حجم الانتاج. فهي في الاجمالي تكاليف متغيرة. اما التكلفة المتغيرة للوحدة هي تكاليف سبتة. وفيه كمان ان كل التكاليف كل ما هو مباشر هو متغير. يعني اي حاجة لما اجا اقول مواد مباشرة اجور مباشرة هي بالنسبة لتكاليف متغيرة. والمميزات هذا النوع من التكاليف انها بتخضع لرقابة المستويات الادارية المختلفة في الهيكل الاداري وقرارات المشرفين. كما بيقع على عاطقهم عبء المساءلة عن حجم ومقدار هذه التكاليف التي تساهم في عمليتي التخطيط ورقابة. دي بالنسبة للتكاليف المتغيرة. طيب. ولا الشكل بتاع التكاليف المتغيرة لو رسمينه رسمي بياني زي ما هو واضح بيبتدي من نقطة السفر. يعني لو ما عنديش انتاج مش هيبقى عند تكاليف. طبعا الخط الافق ده بيمثل حجم الانتاج. والخط الرأسي اللي موجود دي التكلفة. واضح قدامنا مسال على التكاليف المتغيرة في احد المنصات مطاعم بيقدم واجبات غذائية للجمهور. والوجب الوحدة بتتكلف تلاتين جنيه. فنصيب الوحدة من التكاليف في حاجة ما ازا كان عدد الزوار قبلغ ما يلي. اهو. لما بنبص في الجدول اللي قدامنا هنلاقي ان عدد الزوار مختلف. ماتين وخمسين زائر. خمسمية سبعمية وخمسين الف. التكلفة الوجبة للشخص تلاتين جنيه سبتة. التلاتين جنيه دي احنا بنقول عليها التكاليف المتغيرة للوحدة. فزي ما واضح قدامنا ان التكاليف المتغيرة للوحدة هي سبتة للوحدة. التكاليف المتغيرة للوحدة سبتة. ولكن في الاجمالي بتتغير مع الزيادة في حجم الانتاج. يعني زي ما احنا واضح قدامنا في الجدول. تكلفة الوحدة واجبل الشخص ثبتا. وهي التكاليف المتغير الوحدة. لو حسبناها على الإجمالي هنضرب التكاليف المتغير الوحدة في عدد الصهور او عدد الوحدات الانتاج هلا ان الاجمال بيتغير معه زيادة. يعني لما يبقى عندي امتين وخمسين زائر في المطعم عندي سبعة تلاف وخمسمية جنيه تكاليف متغيرة. طيب لو عندي الف بقى عندي تلاتين الف. هو ده المقصود بيهه التكاليف المتغيرة. يبقى التكاليف المتغيرة. بنقول التاني. التكاليف المتغيرة. في الاجمالي هي متغيرة. اما للوحدة فهي سبتة. طيب زي ما اتكلمنا على التكاليف المتغيرة نتكلم على التكاليف السبتة وهي المعروفة وهي التكاليف السبتة. هي بتظل سبتة في مجموعها مع التغيرات في احجام الانتاج. اي انها عديمة الارتباط بحجم النشاط. فهي تشمل المرتبات التي تتم على اساس دوري واهلاك الاصول التي يتم حسابها بمعدلات ثبتة. والاجارات التي تدفع مقابل الاماكن المستعملة. كما تتضمن بعض العناصر الخارجة عن سلطة ادارة المؤسسة كالضرائب العقارية. ويطلق عليها كذلك استراح التكاليف الفطرية. طيب التكاليف السبتة دي بتتميز بايه? تتميز بانها عدم استجابتها للتغيرات في حجم الانتاج لمدى معين منه. ومن ثم فانه من الواجب استنفاذ هذه التكاليف على اساس الفترة او الدورة التجارية. فهي ذات طبيعة فطرية او دورية بتتحملها المؤسسة وان لم يكن هناك انتاج او نشاط على الاطلاق. كونها تمثل تكلفة الطاقة ضرورية للقيام بالانتاج. وتلعب الادارة دورا كبيرا في تحديد هذا النوع من التكاليف. فهي التي تحدد معدلات الاهلاق. وتعقد الاتفاقات بشأن ايجار المحلات والمباني التي تشغلها المؤسسة. يعني ايه الكلام ده? يعني التكاليف السبتة هي التكاليف سبتة بتتحملها المنشأة بصرف النظر عن نتيجة النشاط. وده عكس التكاليف المتغيرة. احنا هنا التكاليف المتغيرة قلنا هي بتتغير مع التغير في حجم الانتاج. اما التكاليف السبتة هي تظل سبتة. مع التغير اللي بيحصل في حجم الانتاج. يعني على سبيل المسال الايجار. لو قلنا ان مصنع بيدفع ايجار مية الف جنيه في السنة. المية الف جنيه ايجار. اذا كان المصنع ده ما انتجش ولا منتج خلال السنة فبالنسبالي الايجار هدفع المية الف جنيه. طب انتج مية الف واحدة. برضو هيدفع المية الف جنيه. فبالنسبالي التكاليف السبتة ما بتتقصرش. هي ما بتتقصرش بالزيادة بحجم الانتاج. فالتكاليف السبتة. في الاجمالي هي سبتة. اما لو جيت اقول ان التكاليف السبتة ليه الوحدة? هي متغيرة. وده عكس التكاليف المتغيرة نراجع ونقول التكاليف المتغيرة في الاجمالي هي تكاليف متغيرة وللوحدة سبتة اما التكاليف السبتة في الاجمالي سبتة وللوحدة بتتغير طيب تالت نوع موجود وهو في تبويب التكاليف حسب علاقتها بحجم الانتاج وهي التكاليف المختلطة او التكاليف المتدرجة هي وهي تكاليف ما اقدرش اقول عليها هي تكاليف متغيرة او اقدر اقول عليها تكاليف سبت هي بتشمل الانصرين مع بعض في آن واحد حيث يظل مستوى تلك التكلفة ثابت حتى مستوى معين من النشاط ثم يتغير مستوى التكلفة في حالة تغير مستوى وزهو مواضح قدامنا في شكل البيان اللي موجود ان التكاليف السبتة هي اللي بتاخد خط افقي مع مستوى النشاط والتكاليف المتغيرة بتبتدي من تقاطع الخط الرأسي مع الخط الافقي اما التكاليف المختلطة هي بتجمع ما بين الاتنين بيبقى في جزء ثابت وجزء متغير بيتغير مع زيادة في حجم الانتاج تبويب تاني للتكاليف وهو من وجهة نظر الرقابة ممكن ابتدي لانا اقسم التكاليف من وجهة نظر الاشخاص المسؤولين عن الرقابة المجموعتين ممكن اقول والله في تكاليف قابلة للرقابة وتكاليف غير قابلة للرقابة امتى اقول على التكاليف دي قابلة للرقابة تكون التكاليف قابلة للرقابة من وجهة نظر الشخص المسؤول عنها اذا كان يمكنه التأثير فيها وهنا يتطلب وجود التأثير القدرة على التخلص من البند. بل يتطلب توفر امكانية تخفيض تكلفته. فمسلا يستطيع مدير مركز المسئولية مزاولة الرقابة على المواد غير مباشرة. والاجور غير مباشرة في مركزه. ولكن لا يستطيع ان يزاول رقابة على اجره او على اجور رؤسائي. طيب. اما التكاليف الغير التكاليف غير القابلة للرقابة هي تكاليفة التي لا يستطيع المدير من التأثير فيها بقراراته. فتصنب انها تكاليف غير قابلة للرقابة. تويب تاني لمفاهيم التكاليف من وجهة انتخاذ وجهة نظر اتخاذ القرارات. بيتطلب اتخاذ القرارات الادرية تحديد التكاليف المرتبطة بهذه القرارات. وهذه التكاليف طرح باسم التكاليف المناسبة. ويتم تعرفها بانها التكاليف التي سوف تحدث نتيجة لاتخاذ القرار. ويتم التجنب حدوتها بعدم اتخاذه. فمثلا على سبيل المثال لو قررت منشأة ان هي تزود حجم الانتاج. فزيادة حجم الانتاج هيبقى مطلطب عليه زيادة تكلفة المواد المباشرة والاجور المباشرة وبعض المصرفات الصناعية. ولكن. ذلك لا يؤدي الى زيادة مصروف الايجار او رسوم الضرائب. لذلك تسمى تكلفة المواد المباشرة والاجور المباشرة والمصرفات الاخرى. اللي بيتوقع حدوثها نتيجة للقرار بالتكاليف المناسبة. لانها تحدث نتيجة اتخاذ قرار اداري. خاص بزيادة الانتاج. يعني ايه? يعني التكاليف الفرق ما بين التكاليف المناسبة والتكاليف الغير مناسبة التكاليف المناسبة تبقى مرتبطة باتخاذ قرار. لو انا هاخد قرار اداري معين هتحمل تكاليف. لو انا مش هاخده مش هتحمل تلك التكاليف. دي التكاليف مناسبة لاتخاذ القرار. وعادة بتبقى التكليف المتغيرة. اما التكليف اللي اقول عليها غير مناسبة لاتخاذ القرار هي تلك التكليف. اللي متكونش مرتبطة بقرار معين. يعني سواء كانت الشركة هتاخد القرار الاداري. بان هي هتزود الانتاج او مش هتزود الانتاج. هي كده فكرة الحية الايجار سابت بالنسبة لها. فالتكليف السابت هتكليف غير ملقمة لاتخاذ القرار. عشان كده نقدر نقول انه ممكن نقسم التكلفة في مجال اتخاذ القرار إلى تكاليف ملأمة وتكاليف غير ملأمة والتكاليف الملأمة هي التكاليف المتوقعة مستقبلا والتي تختلف أو تتفوت من بديل لآخر أما التكاليف غير ملأمة هي تكاليفة لا تتأثر بأي بديل من بدائل القرار أي إنها متساوية بالنسبة لكل البدائل وعلى ذلك فهي لا تؤثر على تفضيل بديل معين وترك بديل آخر في نوع من التكاليف ممكن أقول عليه التكاليف الغارقة أو التكاليف الغارقة هي تكاليف تاريخية لأنها حصلت نتيجة القرارات في الماضي ولا يمكن التراجع عنها بأي حال فالنوع ده من التكاليف سبك التضحية به ولا يمكن لأي قرار مستقبلي أن يتأثر به لذلك فيتصنف ضمن التكاليف الغير ملأمة أما التكاليف المستقبلية هي تكلفة يتوقع حدثها مستقبلا ولم تحدث دلوقتي هنتكلم بقى على بعض القرارات الإدارية الموجودة عندنا حوالي أربع قرارات القرار الأول قرار إن الشركة تاخد قرار الصن أو الشراء قرار التاني قرار قبول طلبية أو عدم قبول طلبيات خاصة تلاتة استمرار أو إيقاف أحد خطوط الإنتاج أربع قرار بيع المنتجات المشتركة عند نقطة الانفصال أو إجراء عمليات صناعية أضافية عليها التمرين الأولين قدامنا على قرار الصنع أو الشراء يقصد بقرار الصنع أو الشراء إيه؟ ساعات الشركة بتقابل قدامها قرار إن هي إما إذا كانت بتشتغل في منتج معين على سبيل المثال زي صناعة السيارات صناعة السيارات السيارات بتتكون من عديد من المكونات فعلى سبيل المثال مثلا البطارية اللي موجودة في العربية فممكن يبقى شركة سيارات تفضل إن هي تنتجها فهي ممكن تصنع البطارية وفي بعض الشركات تقول لا أنا ممكن إن لأنا أشتريها من موارد خارجي فالقرار اللي أنا أخد أصنع المنتج ده أو أشتريه من موارد خارجي بيتوقف على المفضلة ما بين التكاليف أو اللي تكلفة بالنسبة لي فمثال يوضح معنا هنا إن المثال الأولاني على قرار الصنع أو الشراء إن بأحد المنشآت بتواجه منشكلة تصنيع الجزء سين واللي بتحتاج إليه في تصنيع المنتجات الخاصة به طيب لو أنا كنت بها أشترى هو الشركة هنا بتدور على إن هي المنتج سين اللي موجود فإذا كان بالنسبة للشراء اللي من بره بيكلفها خمستاشر جنيه للوحدة الوحدة أو الجزء الواحد وإن الشركة بتواجه مشكلة عدم وجود طاقة عطيلة ما عندهاش أي طاقة عطيلة غير مستخدمة وإن تكلفة التصنيع للجزء الواحد بيحتاج مواد مباشرة بخمسة جنيه وأجور مباشرة بسبعة جنيه والتكاليف الصناعية غير مباشرة المتغيرة اتنين جنيه والتكاليف الصناعية السابتة حوالي خمس تلاف جنيه فبفرض إن احتياج الشركة من الجزء سين خلال الفترة عشر تلاف جزء هنا مطلوب منك مساعدة الإدارة في اتخاذ قرار يعني إما نشتري أو نصنع طيب عشان نفاضل ما بين القرارين لازم بيحسب تكاليفة كل قرار بالنسبة لي تكاليف الشراء لو أنا هشتري الجزء سين لو هشتريه من موارد خارجي أنا محتاج هشتري عشر تلاف جزء أو عشر تلاف منتج وباشتريه من موارد بخمستاشر يعني هيكلفني مية وخمسين الف طيب لو أنا هصنعه عشان اصنع المنتج ده محتاج مواد مباشرة والمواد المباشرة خمسة جنيه للجزء في عشر تلاف جزء والأجور المباشرة سبعة في عشر تلاف والتكاليف الصناعية الغير مباشرة متغيرة اتنين جنيه في عشرة بعشرين الف وتكاليف الصناعية غير مباشرة سبتة بحوالي عشر تلاش جنيه فاللاقي ان اجمال تكاليف التصنيع بالنسبة لي مية واربعين الف فكده قدامنا قرارين القرار الاولاني لو انا هصنع هيكلفني مية واربعين لو انا هشتري هيكلفني مية وخمسين فبالمقارنة ما بين المفاضلة ما بين القرارين يبقى بالنسبة لي التصنيع احسن انه بيوفر لعشر تلاف جنيه فبالتالي بياخد قرار ان انا اصنع ما اشتريش من موارد خالي طيب ده المسال الاول على قرار الصناع او الشر المسال التاني بفرض ان شركة السلاب الصناعية بتنتج اه بتصنيع احد المكونات يدخل في تركيبة الاساسية الخاصة بالمنتجات الرئيسية وعند مجموعة من البيانات المتوفرة وانا محتاج خمسة وعشرين الف قطعة من المنتج ده طيب لو انا كانت بالنسبة لي المواد المباشرة زي ما هي واضح بالنسبة لي انا يهمني التكلفة الوحدة ما يهمنيش العمود بتاع التكاليف الكلية انا يهمني للوحدة بكامل دلوقتي المادة المباشرة تمانية جنيه لاجور مباشرة ستة وتلاتين تكاليف غير مباشرة متغيرة ستتاشر مجموعهم حوالي ستين جنيه كما تبلغ التكاليف الصناعية غير مباشرة السابتة خمسمية الف جنيه دي بالنسبة للسبة ونلاحظ هنا ان التكاليف الصناعية السابتة جات بشكل ادمالي اما المتغير يهمني فيه للوحدة لان هي اللي بالنسبة لي بتبقى سابتة لاني بركز واقول تاني ان التكاليف السابتة في الاجمالي هي تكاليف سابتة والتكاليف المتغيرة للوحدة سابتة هما دول اللي يهموني دايما في اتخاذ القرار دايما ببحث على التكاليف السابتة في الشكل الاجمالي لان هي سابتة ما تتغيرش وبالنسبة لما عند تكاليف متغيرة ببحث دايما على تكلفة المتغيرة للوحدة لان هي دايما سابتة طيب وهنا عرض احد الموردين ان هو ممكن يجيب لي الخمسة وعشرين الف كتعة اللي انا عايزها بسبعين جنيه. فالقرار دلوقتي هل اشتري? ولا اصنع? بس مطلوب مني اللي انا قدي القرار بتاعي ده فعندي فرضيات مختلفة. اول اه افتراض موجود عندي عدم امكان استخدام الطاقة الانتاجية لاي غرض اخر. لو الشركة ما عندهاش ان هي تقدر تستخدم الطاقة الانتاجية لاي غرض اخر. معنى ايه الكلام ده? يعني معناها ان التكاليف السبتة الصناعية لغير مباشرة سواء استمرد في تصناع القطع او شراءها من الخارج الشركة هتتحملها هتتحملها. ده بالنسبالي سواء انا بكلم عن التكاليف السبتة. دايما الافتراضات اللي هتبقى موجودة دايما الافتراضات هتبقى موجودة عن ان انا هستغل الطاقة او مش هستغلها او هاجرها المكان تاني. دايما اللي بيخش في المفاضلة بيني وبيني قرار هي التكاليف الصناعية لغير مباشرة السبتة فقط. فالقرار الاولاني بيقول لي انا مش هقدر استخدم الطاقة الانتاجية لاي غرض اخر. فبالتالي فالتكاليف السبتة يبقى تكاليف بالنسبالي غير ملأمة لاتخاذ القرار وغير مناسب لاتخاذ القرار لانه مش هتختلف من بديل لاخر. كده كده هتحملها هتحملها. فبالنسبالي مش عنصر حاسم. عشان كده قدامنا الجدول الاولاني لو انا هبتدي اللي انا هصنع المنتج انا محتاج خمسة وعشرين الف. لو انا هصنع التصنيع هيكلفني مليون ونص. لو انا هشتري هشتري المنتج بسبعين في الخمسة وعشرين هكلفني مليون سبعمائة وخمشة سين. يبقى قرار التصنيع بالنسبالي هنا التفاضل ما بينهم لا. احسن. يبقى انا اصنع بالنسبة لي افضل في ممصلحة الشركة في هزي الحل الاستمرار في التصنيع. نلاحظ هنا في الحل الاولاني او في الافتراض الاولاني ان احنا اغفلنا تماما لتكاليف السابقة. لان هي هتبقى متساوية في كلتا الحالتين. سواء خدت القرار بلنا انا اصنع او الشراء انا كده كده هتحمل التكاليف السابقة. فهي بالنسبة لتكاليف غير ملأمة لاتخاذ القرار. سواء خدت القرار بالصنع او الشراء هتحملها هتحملها. فما تخشش معي في القرار. لكن اللي يخش معي المتغير فقط. طيب. الافتراض التاني. وهو قال لي ان امكانية الاستفادة من التجهيزات في النشاطات اخرى بنسبة تمانين في المائة. معناه الكلام ده. معناه ان المنشأة هتتحمل في هذه الحالة. كامل التكاليف السبتة الصناعية الغير مباشرة. في حالة التصنيع الخاص بالقطعة. اما في حالة الشراء من موارد خارجي ممكن تتخلص من ثمانين في المائة من التكاليف السبتة. فيه انشطة اخرى. وبالتالي لن يتحمل البديل في هذه الحالة سوى عشرين في المية من تكاليف السبتة. وهي ميت الف جنيه. يعني ببساطة ايه الكلام ده? يعني دلوقتي قال لي والله التكاليف السبتة. احنا قلنا التكاليف السبتة بكانت بالنسبة لي كانت كانت خمسم decisive الف جنيه. دي التكاليف السبتة او التكاليف الصناعية السبتة. هي دايما المفاضلة ما بين القرارات دايما اللي بيخش معايا او بيبقى المعيار الفاصل بالنسبة لي هي التكاليف الصناعية السبتة فقط. هو ده دايما العنصر اللي بفاضل به في اتخاذ القرار. تكاليف السبتة. الصناعية السبتة فقط. طيب. هنا في الافتراض ده بيقول لي والله ان يقدر يستفيد بتمانين في المية بس. يعني انا هتحمل كم? هتحمل عشرين في المية. زي ما هو ده قدام لو ايش شركة اخدت بديل التصنيع هتتحمل تكاليف الصناع حوالي مليون ونص. ويقصد المليون ونص دي هي التكاليف المتغيرة اللي موجودة. وهتتحمل خمسمية الف جنيه تكاليف سبتة. يبقى اجمال تكاليف اتنين مليون. طب لو شركة قررت ان هي هتشتري. هي هتشتري الخمسة وعشرين الف وحدة. والوحدة بسبعين جنيه يعني مليون سبعمية وخمسين. طيب. وهتتحمل كمان عشرين في المية من التكاليف السبتة. المية الف جنيه. اللي هي الخمسمية الف تكاليف الصناعية السبتة في عشرين في المية. هتتحملها. لاني مش هقدر ان انا اتنازل عنها. هتحمل هتحمل. انا اقدر بس تستفيد بتمانين في المية بس. فبالنسبة للقرار هنا. لا. القرار بالنسبة لي بديل الشيرة في الحالة دي افضل. نشوف بقى الفرق ما بين الفطراض الاول والتاني. الفطراض الاولاني كانت بالنسبة للتكاليف السبتة ما اقدرش اللي انا استفيد بها في اي حاجة. فبالنسبة لي كان القرارين بالنسبة لتكاليف السابتة بكنتش بالنسبة لتكاليف داخلها في اتخاذ القرار. هي بالنسبة لي هنا التكاليف غير ملأ. اما في حالة ان انا جيت قلت ده انا هستفيد بجزء من التكاليف السابتة يتجاوز حوالي تمانين في المية. يبقى بالنسبة للتكاليف السابتة هنا بقت الجزء اللي موجود بالنسبة لي في اقف الجزء داخل فيها في اتخاذ القرار. طيب الافتراض التالت. قال لي والله لأ انا قدر وفر بقى خمسين في المية من تكليف السابتة. في حالة اقافة تصنيع القطعة. معنى ده ايه? معنى في الافتراض التاني ان انا اقدر اوفر خمسين في المية من تكليف السابتة لو انا وقفت التصنيع معنى ان الشركة قدامها قرارين. لو خدت قراءة التصنيع كده كده هتتحمل التكليف المتغيرة اللي هي المليون ونص وهتتحمل التكليف السابتة كلها. اللي هي الخمسمائة الف جنيه. فهتدفع حوالي اتنين مليون. ده في حالة التصنيع. طب لو قررت ان هي تشتري هتشتري هتدفع تامن الشراء اللي هو الخمسة وعشرين الف قطعة في سبعين اللي هي مليون سبعمائة وخمسين. وهتتحمل حوالي خمسين في المية من تكاليف الصناعية السابتة. اللي هي امتين وخمسين الف. اللي هي خمسمائة الف جنيه. تكاليف الصناعية السابتة في خمسين في المية. يعني حوالي امتين وخمسين الف جنيه. نراحز هنا في القرارين قدامنا بدل التصنيع او الشراء الاتنين زي بعض. ففي الحالة دي بيرجع قرار اداري موجود للشركة. ازا كانت الشركة بطرق ان هي تاخد بديل الشراء او التصنيع. هل ازا كان الموارد اللي من برا هي وفر لها نفس المنتج اللي هي عايزة بالجودة اللي هي مطلوب منها? ولا لا. فده بيرجع لقرار الشركة. طيب. الافتراض الرابع قال لي والله انا ممكن لنا اجهز تأجير التجهيزات المستخدمة في انتاج القطعة لطرف اخر لقاء بدل ايجار. يعني ايه? يعني بيقول لي والله لو انت اخدت القرار بتاع الشراء. طيب التكاليف الصناعية دي على السابق انت ممكن تستغلها في اللي انت تأجرها. فيجي لك عائد منها. فنشوف مع بعض في القرار الرابع ده او في الافتراض الرابع الحل هيكون ايه? هنلاقي ان بدل التصنيع بالنسبة لي البديلين تلاتنين اتحملوا تكاليف سابقة. لان بالنسبة لي ستتحمل هذه التكاليف. لكن بديل التصنيع تحمل ايضا خمسمائة الف جنيه مقابل تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة بالمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من تأكير التجهيزات اذا ما تم اختيار بديل الشراء. معنى ايه الكلام ده? معناه ان انا سواء خدت في الحالة دي في الافتراض ده. سواء انا خدت قرار التصنيع او قرار الشراء التكاليف السابقة بالنسبة لتكاليف غير ملأمل اتخاذ القرار. هتخش معايا في التصنيع او في الشراء. مش فارق. لكن العنصر الفارق معايا ان انا لو خدت قرار التصنيع. فهيروح مني خمسمائة الف جنيه تكلفة فرصة بديلة كنت ممكن اقجر بها التجهيزات بتاعتي. لو كنت خدت بديل الشراء. فبالنسبة لها هلاقي ان بديل التصنيع حوالي اتنين مليون ونصف. وبديل الشراء اتنين مليون متين وخمسين. اللي هي مليون سبعمائة وخمسين اللي هي بدل الشراء. وخمسمائة الف جنيه اللي هي التكاليف السبت. فبالتالي هيبقى بديل الشراء هو اللي افضل. ده كده القرار الاولاني انتهينا منه اللي هو قرار الصنع او الشراء. تاني قرار موجود علينا قرار العروض الخاصة او زي ما بيطلق عليه. معناه ايه? معناه في بعض الحالات ان بيجي للشركة عرض خاص بان هي يطلب منها من بعض العملاء ان هما يحتاجوا المنتج بتاعها بس بسعر اقل من اللي هي بتبيع به. ففي الحالة دي الشركة بتفاضل ما بين الاراضة اللي هيجي لها من العرض الخاص والتكاليف اللي هتتحمها. فلو كانت هتحصل على اراضة مناسب بتقبل بالعرض. اما اذا كان هيسبب لها خسرة فبترفضه طبعا. وعلى سبيل المثال قدامنا قرار بتبلغ الطاقة الانتاجية لاحد المنشآت اربعين الف. وحدة. يتم استغلالها حاليا بمعدل خمسة وسبعين في المية فقط. وتباع وحدة المنتج بسعر اربعين جنيه. والتكاليف المتغيرة للوحدة تلاتين جنيه. والتكاليف السبتة مئة الف جنيه. واحد التجار عرض على المنشآة ان هو عايز يشتري خمسة تلاف وحدة بسعر خمسة وتلاتين جنيه للوحدة. مطلوب مني ازا كان على المنشآة القبول او رفض الطلبية لموجودة. لازم اللي انا قبل ما اخد قراري بالمفاضلة او اللي انا فاضل ما بين القبول او رفض العرض الخاص الموجود ان انا اعمل اجراء تحليل تفاضلي موجود. زي ما هنشوفه قدامنا ده. قبل ما نفس الطلبية. انا الطلبية قبل التنفيذ التلاتي نفس الائد وحدة ببيعهم بسعر اربعين. هبيعهم ارادة بمليون وهيكلفوني تكاليف متغيرة تلاتين جنيه للوحدة تلت تلاتين الف وحدة تلاتين هيكلفوني تسعمائة الف جنيه. فبالتالي هيا مش المساهمة وهو الفرق ما بين المبيعات والتكاليف المتغيرة حوالي تلتمائة الف جنيه. وانشيل منها التكاليف السابتة المئة الف يبقى صفر ربح متين الف ده في حالة قبل ما نفس الطلبية طيب لو بقى هنفس الطلبية. هلاقي ان المبعات بتاعتها تلاتين الف فاربعين. زائد الخمس تلاف في خمسة وتلاتين. اللي هي الطلبية الجديدة اللي موجودة بالنسبة لي. انا جاي لي طلبية خمس تلاف واحدة بس جاي لي بسعر خمس وتلاتين. مش بسعر اربعين زي ما انا ببيعها. فالاراضة اللي هجي لي مليون تلاتمية خمسة وسبعين الف. طب تكاليف المتغيرة عبارة عن ايه? عبارة عن خمسة وتلاتين الف واحدة. الخمسة وتلاتين الف وحدة هنا بالنسبة لي عبارة عن التلاتين الف وحدة اللي كنت مبيعهم في الطبيعي والخمس تلاف وحدة اللي هما العرض الخاص. فبالتالي خمسة وتلاتين الف وحدة في سعر تلاتين جنيه. تكاليف متغيرة هيطلع مليون وخمسين الف. يبقى هامش المساهمة فرق ما بين المبيعات التكاليف المتغيرة حوالي تلتمية خمسة وعشرين الف. بعد ما نشيل منها التكاليف السابت هيطلع متين خمسة وعشرين الف. ففي المفاضلة اللي موجودة قدامنا دي نلاقي ان المنشأة طبعا في مصلحتها ان هي تقبل الطلبية. ليه? لان بتحقق صف ربح اكبر قبل تنفيذ الطلبية. وزي ما شايفين الجدول التاني ده اللي بيتكلم على المفاضلة او التحليل التفاضلي. التحليل التفاضلي الفرق ما بين القرارين. فزي احنا شايفين نفس البيانات حطناها في العمود خاص بكبول الطلبية او رفض الطلبية. رفض الطلبية يقصد به هنا قبل تنفيذ الطلبية. فهنلاقي ان الفرق ما بين الايراد المبيعات لما اقبل الطلبية ولما ارفضها الفرق ما بينهم حوالي مية خمسة وسبعين الف. والتكاليف المتغيرة مية وخمسين الف. يعني فيه فرق خمسة وعشرين الف اللي هو لو بصنا فوق في قائمة الدخل اللي احنا عاملينها فوق الفرق اللي هو الخمسة وعشرين الف. فبالتالي ان من مصلحة الشركة ان هي تقبل الطلبية. تالت قرار موجود معنا دلوقتي وهو الاستمرار او الايقاف احد خطوط الانتاج. يقصد بي ايه? بعض الشركات بيبقى عندها ممكن اكتر من خط انتال او عندها اكتر من منتج. فلما نيجي نعمل قايمة دخل لكل خط لوحده او نعمل القايمة للمنتج اللي موجود نلاقي ان بعض المنتجات بتكون خاسرة. فبديهيا ان اي قرار اللي احنا نقفل الخط ده او نقفل او نلغي المنتج اللي موجود عندنا. ولكن في بعض الاحيان نلاقي ان لو احنا لغينا الخط ده ان اجمالي الاراضي اللي موجود في الشركة هيقل او الشركة ممكن تخسر على الاجمال. فزي ما واضح قدامنا هنا. اه مساء على الاستمرار اوقف احد خطوط الانتاج. بفرض ان الشركة عندها بتقوم ببيع تلات منتجات عندها تلات خطوط انتاج الف وبيه وجيم. ودي قائمة الداخل الموجودة بكل خط الاراض نقص التكاليف المتغيرة بيبقى هامش المساهمة. نقص التكاليف السبتة بيطلع ريم. فلاقي ان المنتج الف او الانتاجي الف بيكسب تلاتين الف. والخط الانتاجي فيه بيكسب عشر تلاف. الخط الانتاجي. بيخسر عشرين الف جنيه. فبال تالي على الاجمال الموجود للمنشئة اني لاقي ان الشركة بتكسب في النهاية عشرين الف جنيه. وبارها عن تلاتين وعشرة من لطاوات وبيها اربعين الف واتخسارها عشرين يعني اللي ما هو اربعين يعني بتكسب من الف تلاتين وبنكسب من بيه عشرة بقى الاجمال اربعين ناقص جيم بنخسر منه عشرين يبقى الاجمال كله عشرين الف جنيه مكسب. فبديهيا دلوقت اللي احنا نقفل للخط الانتاجي جيم انه بيثبت خساد. فمطلوب منك هل تقوم الشركة باتخاذ قرار بيقاف الخط? امل افضل ان يستمر فيه. في البداية لاقي ان الخط بيخسر. فبديهيا انه نقفله. ولكن البيانات بتقول في حالة ان انا قفلته هل هللاقي ان العمود بديل الاستمرار او بديل الاقاف. القايمة اللي موجودة عندنا دي. دي قايمة بالشكل الاجمالي. فهلاقي ان الاقراض بديل الاستمرار ان انا بكسب عشرين الف جنيه. طب لو انا لغيته. في حالة ان انا لو لغيته اراضي المباعات مش هيجيلي بتاعه. ولا التكاليف المتغيرة. لكن التكاليف المشكلة دايما في التكاليف السابتة زي ما قلنا دايما. دايما القرار بتاعي في التكاليف السابتة. فاذا كان في الحالة لنا التكاليف السابتة في حالة ان انا هلغي الخط اللي بيخسر جيم. فالتكاليف السبتة اللي انا خاصة به مش هقدر ان انا استغنى عنه. هتحمله هتحمله. فمنواحز هنا انه في بديل الاستمرار ارادات بتاعة الاجمال اللي موجود. دي الحالة اللي قبل ما لغي الخط جيم. بالنسبة للعمود التاني اللي هو بديل الاقاف. ارادة المبيعات هيبقى ناقص. الاقراط بتاع جيم. والتكاليف المتغيرة هتبقى ايضا ناقصة لتكاليف متغيرة الجيم. اما التكاليف السبتة محصلاش اي تغيير. لان في الحالة دي هتحمله هتحمله للشركة كلها. فهلاقي ان في الاخر الشركة بتخسر خمسة واربعين الف جنيه. يبقى في الحالة دي بديل الاستمرار في الخط الانتاجي. اللي بيخسر افضل من اللي انا لغي. مسال اتنين. نفس المسال اللي احنا لسه قيلينه دلوقتي بس هنفترض. ان خمسة وسبعين الف جنيه من التكاليف السبتة للخط جيم يمكن تجنبها. في حالة اقاف هذا الخط. يعني معنى كده ان التكاليف السبتة التي لا يمكن تجنبها هي في عشر تلاف يبقى انا هتحمل بس عشر تلاف جنيه. في ظل هذا الافتراض القرار طبعا هيختلف. وده اللي هنشوفه في الجدول التالي. لو عملنا قيمة الدخل لكل خط انتاجي هيبقى موجود. هنلاقي. على حدة. ما حصلش فيه اي تغيير. به ما حصلش فيه اي تغيير. طبعا هلغ الخط جيم مبيعاته مش هتحصل. تكاليف المتغيرة مش هتحصل. التكاليف السبتة بس هتحمل عشر تلاف جنيه. فهلا ان في الاجمال برضو ان الشركة كانت هتكسب من الف. وبيه حوالي اربعين الف جنيه. وهتتحمل عشر تلاف جنيه تكاليف سبتة في جيم يبقى بالتالي في الاجمال تلاتين الف جنيه. يبقى في الحالة دي اقاف الخط افضل. يبقى المعيار الفاصل ما بين اللي انا استمر في الخط او اقفله هي التكاليف السبتة دايما. هل هي فيه تكاليف يمكن تجنبها والتي لا يمكن تجنبها? زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي ان بديل اقاف الخط جيم تحت فرضية ان في عشر تلاف جنيه فقط من التكاليف السبتة تعتبر التكاليف لا يمكن تجنبها بيؤدي لزيادة ربح من عشرين تلاتين. يعني بديل الاستمرار بيحقق ربح. اقل بمقدار عشر تلاف بالمقارنة مع بديل الاقاف. ومن الافضل في هذه الحالة اقاف الخط جيم. لان هذا الاقاف سوف يكون في مصلحة الشركة ككل ويؤثر بالاجاب على صاف الدخل للشركة ككل. القرار اللي معنا دلوقتي هو قرار بيع المنتج بعد الانفصال مباشرة او بعد التشغيل الاضافي. يعني ايه? الكلام بتاع ان انا بيع المنتج بعد الانفصال او بعد التشغيل الاضافي. بعض الشركات بيبقى عندها بعض المنتجات. ممكن تبيعها في حالتها اللي بتخرج بيها. الشكل بتاعها. او ممكن ان هي تستمر في تصنيع. ان هي تزود عليها. تزود تكاليف تصنيع تانية. واببيع المنتج بشكل مختلف. في الحالة دي هتبيع المنتج بزيادة في سعر البيع. وهتتحمل تكاليف اضافية. فعلى سبيل المثال زي ما موجود قدامنا. لو احد الشركات شركة السلام بتفاضل ما بين بدلين. احدهم لاما الاستمرار بتصنيع المنتج الف. مع العلم ان عملية التصنيع الاضافي تتطلب تكلفة التصنيع حوالي خمسة وشر جنيه لكل واحدة. فاذا كامل ممكن بيع الوحدة من المنتج الف بعد عملية التصنيع الاضافي بسعر خمسة وتلاتين جنيه للوحدة. فاذا علمت ان سعر بيع المنتج الف قبل الانفصال كانت خمسة وعشرين جنيه. وحدة. خمسة وعشرين جنيه كل واحدة. وكمية المبيعات قبل وبعد الانفصال هي خمسة ثلاثة. المطلوب فاضل ببين. هل احنا نبيع المنتج عند نقطة الانفصال او نبيعه بعد عملية التصنيع الاضافية. نشوف الجدول اللي قدامنا لو انا هستمر في التصنيع. اراضي المبيعات اللي موجود قدامي مية خمسة وسبعين الف. لو انا هبيع الاستمرار في التصنيع. بس هيكلفني تكاليف تصنيع اضافية حوالي خمسة وسبعين الف جنيه. هكسب حوالي مية الف جنيه. طب البيع عند نقطة الانفصال طب انا لو هبيع عند نقطة الانفصال من غير ما انا اصنع المنتج. يبقى انا هبيع بمية خمسة وعشرين الف. ما عنديش طبعا تكاليف تصنيف اضافية. فهكسب مية خمسة وعشرين الف. يبقى في الحالة دي عملية تصنيف اضافية على منتج الف وبيعه عند نقطة انفزار افضل من الاستمرار في تصنيعه. يبقى في الحالة دي هنلاحظ ان البيع عند نقطة انفزار بيحقق مكسب اكتر من الاستمرار في اتصنين